محث الكهربائي إذن ما هو المحث الكهربائي؟ المحث هو عنصر كهربائي لإفعال ويسمى بالإنجازين دكتور Passive Electric Element يسمى Passive Electric Element ويستخدم في الدائرة الكهربائية من أجل قدرته على الحث ويرمز له بالرمز L الحرف الإنجليزي حرف L في الدوائر في الهندسة الكهربائية وله عدة أنواع وأشكال ولكن هذا هو موجود في أغلب دوائر الشاحنات الخاصة بالهاتف يستخدم في شاحنات الهاتف يشبه المقاومة كما ذكرنا مبدأ عمل المحث الكهربائي هو حث كفر مغناطيسي أنتجه في أول مرة في سنة 1831 من قبل العالم مايكل فراداي حيث تستخدم المحثات في المحولات الكهربائية لتوصيل أو لتوفير إيصال مغناطيسي قوي بين طرفي المحول البرايمري كويل والسكندري كويل يعني يقوم بتوفير إيصال مغناطيسي بين الملف الأولي والملف الثانوي في المحولات والمحاثة بالإنجليزية هي أندكتانس وهي خاصية للدائرة الكهربائية تعمل على مقاومة أي تغيير في التيار الكهربائي نتيجة للمجال المغناطيسي المصاحب لهذا التيار فكلما تغيرت قيمة التيار الكهربائي زيادة أو نقصان في الدائرة يتغير مجاله المغناطيسي المصاحب له فتنتج في الموصل نفسه بالحث قوة دافعة كهربائية تحاول مقاومة التغيير والحث هو قدرة الملف على منع حركة التيار الكهربائي من خلاله يعني هذا المحث يقوم بجهد الإمكان بتقليل قوة التيار الكهربائي إلى حد ما وعادة ويقاس الحث بوحدة تسمى ميلي هنري واحد هنري يساوي ألف ميلي هنري والهنري يساوي فولت في الثانية على أمبير يساوي أوم في الثانية في القرن التاسع عشر أوضح الفيزيائي الأمريكي جوزيف هنري أنه يمكن ابتكار مغناطيس كهربائي أكثر قوة بلف عدة طبقات من الأسلاك المعزولة حول قطعة من الحديد وفي عام 1831 عام الكيميائي والفيزيائي الإنجليزي مايكل فارداي بالعديد من التجارب التي تضمنت مغناطيسات وتيارات كهربائية وفي إحدى التجارب قام بتدوير قرص نحاسي بين قطبين من المغناطيس على هيئة حدوة حصان وعملت هذه المعدات مولدا بسيطا حيث ولدت جوزا كهربائيا بين المركز وحافة القرص النحاسي ثم عرض فارداي مركز القرص وحافته لجهد كهربائي بينهما عندما كان القرص في حالة سكون أي متوقف فبدأ القرص بالدوران وكانت هذه الآلة البسيطة أول محرك كهربائي إذن كيف نتأكد من أن المحث هذا سليم ويعمل بصورة صحية؟ سوف نقوم بفحص هذا المحث بواصلة جهاز القياس ونضع جهاز القياس على وحدة الصفارة بهذا الشكل سوف نقوم بتشغيل الجهاز وحتى نريكم كيفية فحص بهذا الشكل هنا الصفارة إذا أعطاك صفارة يعني الملف سليم ويعمل بصورة جيدة ونقوم بفحص بهذه الطريقة نتأكد من الملف لا يهم القطبية لأنه هو عبارة عن ملف وأيضاً فقط أود أن أنضح لكم الفحص بهذا الشكل يعني الملف سليم ويعمل بصورة صحيحة فإذا لم يعطيني صفارة يعني يوجد قطع في الداخل وهنا توجد أسلاك ملفوفة عبر هذه المادة الكاربونية بالداخل توجد أسلاك أدن هذا هو كل ما موجود فيه هذا الدرس بالنهاية تقبل وتحياتي من قناة بروفشان إيغل إذا أعجبك الفيديو لا أعجبك شارك وسبسكرايب على قناة تتعليم